نشرة الأخبار السورية من القناة الأعلامية الثانية لبنت سوريا اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة بنيران أسلحتها العقيد فؤاد شعبان من إدارة التعيينات عندما كان مع أسرته ما تسبب بإصابة ابنته الصغيرة بجروح كما اغتالت مجموعة إرهابية أخرى العقيد عبد الكريم الراعي من مرتبات قيادة المنطقة الشمالية في منطقة دوار باب الحديد بحلب أغتالت مجموعة إرهابية ومهددين هنم من زمان كمان وما مشكلة ألوان الله كما اختطفت مجموعة إرهابية مسلحة أحد نسورنا البواسل العميد الركن الطيار محمد عمر الدرباس في الغوطة الشرقية في أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله ويأتي العملان الإرهابيان بعد يوم من اغتيال مجموعة إرهابية مسلحة في حلب العميد خليف العبد الله من مرتبات الكلية الجوية في أثناء توجهه إلى عمله أيضا واغتيال من يحملون العقلية نفسها للعقيد الركن طارق محمد الهوشي من مرتبات الإدارة السياسية أمام منزله في جوبر بريف دمشق وكمؤشر لفكرهم الحاقد على العلم أصيبت المدرسة وفاء البني أمينة سر مدرسة أم الشهيد بجروح خطيرة في حماء نتيجة إقدام مجموعة إرهابية مسلحة على تفجير سيارتها بعبوة لاسقة تم وضعها في أسفل السيارة التي تحمل لوحة دمشق سعار أصحاب الفكر الظلامي بات واضحا ومكشوفا بدعم وتمويل خليجي ولن تحقق هذه الأعمال الإرهابية ما يشهي أصحابها ولن تخرج سوريا عن حدود رسمها أبناؤها لأنفسهم عبر خصوصية تاريخية جعلت منها قلب العروبة النابض استهداف الإرهابيين ومموليهم للكوادر السورية يصب في خانة المشروع الغربي في المنطقة والسؤال لمصلحة من استهداف هذه الأدمغة واستنزاف طاقات الوطن وفي مدينة حرست بريف دمشق استشهد العنصر أحمد جابر القاسم من قوات حفظ النظام والذي يعمل مدريبا في نادي الشرطة الرياضي وأصيب الشقيقه نمر بانفجار عبوات ناسفة وضعتها مجموعة إرهابية مسلحة تحت صندوق سيارته الخلفي وقال قائد شرطة المحافظة العميد عبد الرزاق المطلق إن السيارة انفجرت قرب عبارة صوفان جانب شركة دايو للسيارات بعد سيرها لمسافة نحو مئة متر كنا وقفين على الحاجز شفير التاكسي دوبالنا على يميننا نزل أحد الركاب وفتح الطبون هو فتح الطبون فجرت السيارة كنت بحرست عند ابني زيارة نامين عنده الصبح بكير افطرنا وقمنا ركبنا بالسيارة ومشينا مسافة 30 متر 100 متر احتسينا في شي بالسيارة نزل الولاد شاف السيارة من ورا ما في شي رد قال له طلع الركاب ركبنا ومشينا شوي تاني رد ابني التاني وقف على اليمين بعد قفته على اليمين نزل وفتح الطبون مع فتح الطبون وتنفجر السيارة بكاملة وولد وقع بالارض وولد وقع من ورا وانا ما في شي الحمد لله وانا ابوهون ونحن منفذي الوطن بدمنا وبيخلاصنا وكل شيء لنا للوطن بطرياركية الروم الملكيين الكاثوليك اعلنت اقتصار عيد الفصح المجيد واحد الشعاعين واسبوع الالام على الاحتفالات التقصية والصلوات داخل الكنائس واعتذرت عن استقبال المهنئين بعيد الفصح ودع البطريارك غريكوريوس الثالث لحام بطرياركو انطاكيا وسائر المشرق والاسكندرية والقدس للروم الملكيين الكاثوليك في بيان الاباء الكهنة والرعاية والمؤسسات التابعة للبطرياركية الى رفع الصلوات لاجل الضحايا والجرحة وسوريا وامنها واستقرارها ووحدة جميع ابنائها والى الحكمة والحوار محافظ ادلب يلتقي وفدا من الصليب والهلال الاحمر السوري واستاردوا معهم واقع المحافظة والجهات المختصة تتابعوا ملاحقتها لفلول المجموعات الارهابية المسلحة للاطلاع على واقع محافظة ادلب والاجراءات التي تتخذها الجهات الادارية لتأمين احتياجات المواطنين واعادة ترميم ما خربته المجموعات الارهابية المسلحة التقى ياسر الشوفي محافظ ادلب مع بعثة مشتركة من الصليب والهلال الاحمر السوري كانت اتطلعت على الاوضاع في المدينة كما قام محافظ ادلب بجولة ميدانية على المدارس للاطلاع على الواقع التدريسي مبينا ان المرحلة الحالية تتطلب المتابعة ومضاعفة الجهود والعمل بكل صدق وتحسين مستوى الاداء للارتقاء بالقطاع التربوي من جهة ثانية تمكنت الجهات المختصة خلال ملاحقتها للمجموعات الارهابية المسلحة في بلدة جرجناز بريف ادلب من تحرير خمسة عناصر اختطفتهم المجموعات الارهابية المسلحة هم العريف بلال مازن هلال والرقيب ايمان نصار والشرطي علان المهر والرقيب محمد عبد القادر الصاطي والرقيب محمد كينجو كما فككت وحدات الهندسة في محافظة ادلب عددا كبيرا من العبوات الناسفة مصنعة باحجام واوزان مختلفة على شكل اسطوانات غاز ومطافئ حريق وقاضانات حمام وغيرها زرعتها المجموعات الارهابية المسلحة في عدد من الاحياء السكنية والطرق الفرعية وبعض مداخل القرى والبلدات ومكان النشاطات السكانية بغية استهداف المواطنين وقوات حفظ النظام وفي اطار ملاحقتها المجموعات الارهابية المسلحة التي روعت المواطنين في ريف المعرى الشرقي اشتبكت الجهات المختصة مع عدد من الارهابيين ما اسفر عن مقتل الارهابي محمود لبراهيم الملقب بمحمود الشدهة ايران اكدت دعمها الكامل لسوريا والاصلاحات والمطالب الشعبية المحقة التي اعتمدتها وعملت على تطبيقها والنهوض بها وخلال لقائه في بيروت نبيه بره رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال نائب وزير الخارجية الايراني لشؤون شمال افريقيا والشرق الاوسط حسين امير عبداللهيان شرحنا الموقف الرسمية والمبدئية لايران في دعم سوريا واحتضانها على المستوى الحكومي والشعبي واضاف عبداللهيان نرى ان الامور سائرة نحو التحسن التدريجي في سوريا في مجال استتباب الامن والهدوء والاستقرار الاثمة والعمليات الارهابية وفي لبنان ايضا ادعى مفاوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر على 17 شخصا بينهم اربعة موقفين في جرم الاتجار بالاسلحة وتهريبها الى سوريا وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ان القاضي سقر ادعى ايضا على اربعة اشخاص بينهم موقفان في جرم الاتجار بالاسلحة وتهريبها الى سوريا وحال الادعاءين وملفات الموقفين والمتهمين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لاستكمال إجراءات بحقهم تتكشف كل يوم غرف عمليات المخابرات الغربية لتزوير حقائق الأحداث في سوريا وتضخيم عدد القتلى وما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان يرفع عدد قتله الخيالي من دقيقة لأخرى ومن قناة باعة ضميرها الإعلامي إلى أخرى الحملات الدعائية الإعلامية الكاذبة ضد سوريا أفرزت العديد من غرف العمليات ومنها ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي بات واضحاً تواصله مع المخابرات الغربية واستخدامه لنشر الأكاذيب والأضاليل وتزوير الأحداث وتهويل أعداد القتلى ونستذكر في هذا الصدد تقرير وكالة ستارتفورد الأمريكية الذي عرضه موقع سوليديراتي الفرنسي وجاء فيه أن ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان مدعوم من قبل مركز الاتصالات والبحوث الاستراتيجية الذي يرأسه أسامة المنجد الذي يعمل لصالح المخابرات البريطانية والمقرب من الولايات المتحدة وهذا الأمر يؤكد أن أعداد الضحايا المدنيين في سوريا تصدر مباشرة من المخابرات البريطانية رغم ذلك تعده المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مصدراً لأرقام القتلى السوريين التي تريدها في تقاريرها وزد على ذلك أن منظم المرصد صديق المخابرات البريطانية رامي عبد الرحمن يطالعون كل يوم بعدداً جديداً للقتلة يختلف من دقيقة لأخرى ومن شاشة بعد ضميرها الأعلامي إلى شاشة أخرى تجاوزت كل حدود الأخلاق المهنية والإنسانية ليرتفع عدد القتلى بين جملة وجملة ثلاثة آلاف قتيل سيد رمي عبد الرحمن الآن بأي عدد قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان قتلى وضحايا بصفة عامة الاضطرابات التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عام وكيف تم ذلك؟ أكثر من دفعات آلاف وسبعمائة مواطن سوري سقطوا منذ الثامن عشر من شهر آزار مارس 2011 حتى هذه اللحظة هؤلاء موثقين سقطها العديد من أكثر من ألفين من القوات الثامن والجيش النظامي أعتقد أن العدد الواقعي يزيد عن 12 ألف مواطن سوري سقطوا منذ العام الثالث حتى اللحظة هذا المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له لا يوجد له أي مراسل أو مكتب في سوريا وحتى اسم رئيسه مزور وكاذب ما يؤكد أن كل ما يصدر عنه ما هو إلا افتراءات كاذبة وما هو إلا بناطق باسم المجموعات الإرهابية المسلحة من جهة وشماعة تعلق عليها هذه الفضائيات أكاذبها من جهة ثانية أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية عضو بعثة المراقبين العرب التي أوفلت إلى سوريا نهاية العام الماضي جدد التأكيد على أن الحكومة السورية تجابه عشرات المجموعات الإرهابية وآلاف العناصر المنتمية إلى تنظيم القاعدة وتساءل المناعي في هذا الصدد ماذا ترى على الحكومة السورية أن تفعل وهي تجابه عشرات المجموعات من القاعدة عناصرها بالآلاف ومسلحين بآخر ما صانعته التراغسان الغربية يساندهم تحريض ديوني وإعلامي منذ أكثر من عام مواقف المناعي هذه جاءت في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي نشرتها اليوم صحيفة التونسية منتقدا فيها السياسة التونسية الرسمية إزاء سوريا ولسيما استضافت مؤتمرات ولقاءات معادية لسوريا داعيا إلى تجنيب بلاده المضي في الخط الذي أكرهت على السير فيه ومقاطعة مؤتمر ما يسمى أصدقاء سوريا الثاني في اسطنبول ويرى المناعي أن مؤتمر اسطنبول سيكون ندوة الوداعي للأحلام والأوهام التي سيطرت على أذهان رعاة البقر وبعض من رعاة الإبل ولفت إلى أن الجيش العربي السوري حسم أمر المسلحين على الأرض كما حسمت القيادة السياسية وحلفائها أمر الحرب الدبلوماسية وقطعت سوريا الشوطن بعيدا في الإصلاحات السياسية في حين تلاجعت عدوانية أغلب الدول الاستعمارية وبدأت مع مهمة المبعوث الخاص لأمم المتحدة إلى سوريا كوفي عنان جولة من المفاوضات وأضف أن مفاوضات عنان ستكون مع الحكومة السورية وليس من وراء ظهرها ومفاوضات بين الكبار ولن يكون للصغار أي دور فيها وفي فاريس قال الرئيس الفخري للجبهة الوطنية الفرنسية جان ماري لوبين إن أولئك الذين قاموا بقصف المدنيين في توكيا وهيروشيما ونجازاكي ودرسدن عليهم أن يلتزموا الصمت عندما يتحدثون عن سوريا ورئيس بشار الأسد منتقى لوبين خلال مقابلة مع راديو فرنس بوليتيك الديمقراطيات الكبرى التي تقدم دروسا إلى سوريا مؤكدا أن تلك الديمقراطيات أيديها غير نظيفة ومسؤولة عن قتل مئات الألاف من المدنيين في توكيا وهيروشيما ونجازاكي ودرسدن ودعا لوبين إلى مقاومة البرابغاندا التي تتدفق في وسائل الإعلام بخصوص سوريا قائلا يجب أن لا ننخدع بطبيعة الأزمة في سوريا حيث تواجه الحكومة تمردا مسلحا يقوده الإخوان المسلمون والمرتزق الذين تموّلهم قطر شئعت إلى مثاويهم الأخيرة جثامين وعدد من شهداء الجيش وحفظ النظام والمدنيين استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر